ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لاستعراض مشروع إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مصطحات الصلب وذلك بالتعاون مع إحدى شركات العالمية باستثمارات تبلغ مليار دولار يهدف هذا المشروع الذي تمت الموافقة عليه إلى تعميق التصنيع المحلي وتصدير للخارج وتبلغ مساحة المشروع 1.5 مليون متر مربع بحجم استثمارات مليار دولار يتم ضخها على مرحلتين فيما ستكون باكورة الإنتاج من 18 إلى 24 شهراً كما سيوفر هذا المشروع أيضاً 6500 فرصة عمل منها 2000 فرصة عمل مباشرة و 4500 فرصة عمل غير مباشرة سينتج هذا المشروع مصطحات الصلب بأبعاد لم يسبق إنتاجها محلياً وهو ما يحقق ميزة تنافسية شكراً جزيزاً شكراً جزيزاً شكراً أثناء